موسيقى بعد أيام من تدخل بعد أيام تدخل عمليات التحارف في اليمن عامها الخامس وفي حين أن الواقع لم يتغير كثيرا على مستوى تحقيق الأهداف المعلنة للتحالف فإن هناك تغيرا ملحوظا في الموقف الشعبي والرسمي تجاه التحالف وسلوكه في البلد موسيقى أهلا بكم إلى فضاحر أعلن التحالف المكون من عدد من الدول العربية لحظة بدء عملياته في 26 مارس 2015 أن مهمته الأولى هي إسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي وحليفها الرئيس المخلوع والسعادة الشرعية لكن بعد مرور أربعة أعوام ودخول الحرب عامها الخامس لا شيء من ذلك قد تحقق سلطة ميليشيا الحوثي تزداد قوة فيما تتعرض السلطة الشرعية للتقويض من جانب دولتي التحالف الرئيسيتين الإمارات والسعودية بحسب ما ورد بتقرير خبراء مجلس الأمن قبل أيام خرج أحد مسؤولي الحكومة ليكرر ما قاله وآخرون من قبل أن العلاقة بين الشرعية والتحالف أو الإمارات تحديدا أصبحت بحاجة إلى إصلاح أو إعلان فضي الشراكة وهي بنظر الكثير دعوة تحتاج إلى الكثير من النقاش يقول البعض إنها أصبحت خيارا وحيدا في هذه اللحظة فيما يرى آخرون أن خروج التحالف في لحظة كهذه لا يقل خطرا عن بقائه وإن الوضع لا يحتاج إلا إلى تعزيز دور الشرعية للسعادة سلطتها ولذلك ينبغي أن يتجه كل فعل اليمنيين نحو سلطتهم الشرعية وممثلهم للنقاش سيكون معنا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القاطبي ومن تعز المحلل السياسي عبدالهاد العزعزي أرحب بكم ضيفي الكريمين أطرح عليكم السؤال المشترك وأبدأ معك سيد العزعزي مع بدء العام الخامس من التدخل في اليمن كيف توصف دور التحالف وسلوكه بسم الله الرحمن الرحيم أولا أتوقف الشكر لك أخي ولكفة المشاهدين الذين يتابعون الحلقة وإلى ضيفك الكريم وفعلا نحن على مسافة أيام من دخول العام الخامس للتحالف العربي الذي أعلن في عام 2015 في شهر مارس 26 مارس تحديدا وكانت أهداف واضحة استعادة الدولة إسقاط الإنقلاب واستعادة الدولة الشرعية في الجمهورية اليمنية وبحكم أحالة التدخل السابق عبر المبادرة الخاليجية للإخوة في مجلس تعاون الخاليجي لكن هل تحققت هذه الأهداف إلى أين وصلت؟ ماذا أنجزت؟ أم أنها دخلت ضمن عملية فتحت الأعين العالم نحو هذا المكان وعدت إلى قزء من استعادة بعض الأراضي وليست البلد بشكل عام؟ وتمكن الحوثي من المحافظات الشمالية الغربية من الجمهورية اليمنية ووصولنا إلى هذا الوضع الذي نحل فيه ويعرفه الجميع عودة مجموعة من الأوبئة والأمراض أيضا وضع لا نحسد عليه في المناطق المحررة التي ينظر العالم لنا عبرها فما مدى مسؤولية كل من التحالف العربي والحكومة اليمنية هذه أسئلة يختلف الناس حولها التدخل كان ضروريا وأعتقد ولا زال ضروريا لكن هناك اختلالات وهناك إمكانية تستنزف وهناك إمكانية تهدر لكن ما المقدار الفائدة والعائد على مستوى الداخل اليمني؟ هذا ما يجب أن يناقش اليوم وهناك وجهة نظر مختلفة في هذا السياق التحالف أعلى منذ لحظة انطلاق عمليات لأن هدفه هو إسقاط انقلاب الحوث وإعادة السلطة الشرعية برأيك ما الذي تحقق من ذلك حتى اللحظة؟ حتى هذه اللحظة تم استعادة مساحات كبيرة أي نعم لم يتم استعادة أي من المحافظات التي كانت ما قبل عام 90 تتبع الجمهورية العربية اليمنية قبل قيام الوحدة اليمنية كل هذه المحافظات لا زالت فيها في أفضل المحافظات لا زالت هناك مديرية أو مديريتان خارج سيطرة المحافظة كما هو الحال مثلا في القوف أو مارب أو البيضاء أو تعز أو الحديدة أو أيضا محافظة حقاء أو محافظة صعداء ومع ذلك ما تم استعادته عبارة عن مساحة كبيرة وتعداد سكاني أيضا ليس سهل إذا أضفنا ما تم استعادته من المحافظات كل من البيضاء ومارب وتعز والحديدة لكن ما هو الوضع على هذه الأماكن؟ هل هناك دولة بكل ما تعنيه كلمة الدولة؟ أي السيادة والسيطرة والاجتمال الحيزة بشكل عام وقيامها بواجباتها نحو مواطنيها هذا طبعا ليس واضحا وغير موجودا لا زالت مثلا أغلب المحافظات تعيش حالة من الاضطراب حالة من الخوف لا زال الخطاب الإعلامي والذي هو يؤسس لوجودا ذهني لدى المواطنين لا زال مربك مرتبك لا زالت هناك مسافة فاصلة ومربكة جدا ما بين السلطة المحلية وما بين الحكومة الشرعية هناك عشرات من الإقفاقات وهناك البعض اليسير من الإنجازات القيدة لكن هذه الإنجازات القيدة رغم أنها في بعض القيات كبيرة جدا لكنها تقد تتلاشى مع هم الناس اليومي ومع الأهداف الحقيقية للتحالف العربي اليوم التحالف تقاوز الحرب العالمية الثانية في مداه أي أن الحرب العالمية الثانية كانت أربع سنوات التحالف العربي يدخل إلى العام الخامس وبالتالي ما مقدار الإنجاز رغم الإمكانية الضخمة والمتبرعين للمساعدات العسكرية فما هو السر في بقاء الحوثي وقوته لا أعتقد أن الحوثي بتلك القوة بقدر ما أن كل من التحالف العربي والشرعية لم يكن لهم برنامجا واضحة معالمة محددا وسريع الحركة وديناميكي بشكل كبير وهذا ربما أيضا من الأسباب الحقيقية لهذا التعتر القائم عدم وضوح الأهداف التفصيلية بين كل من السلطة الشرعية وأطراف التحالف العربي ووجود أجندات أخرى متضاربة أو وجود سوء فهم في تنفيذ هذه الأجندات وغياب الثقة بدرجة أساسية بين كل الأطراف هذا ما يظهر من ظاهر الخطاب وإن كانت دول التحالف مثلا فيما بينها نوعا من تنسيق الأدوار في الأداء خصوصا مع الدولتان التي تتزعمان هذا التحالف العربي وهما كل من المملكة العربية السعودية والإمارة العربية المتحدة طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد العزعزي أنقل ذات السؤال المشترك لضيفي الآخر من نيويورك من هناك وأرحب بك سيد القاطب إذن مع قرب بدء العام الخامس من التدخل في اليمن كيف توصف دور التحالف وسلوكه في داخل المناطق المحرارة وفي اليمن عموما وبشكل دبلوماسي التوصيف أصبح واضحا للعالم هو أن اليمن يعيش أكبر مجاعة في التاريخ المعاصر وأن اليمن أصبح مدمرا ومشرزما ومحاصرا ولا يوجد فيها أي حكومة شرعية ولا مؤسسة شرعية حتى في المناطق التي كان يفترض أن تكون محررة من قبل التحالف ومن قبل الآل الشرعية إذن نحن أمام كارثة إنسانية حقيقية ممنهجة من قبل التحالف وفي قياب تام ممنهج ضد الشرعية التي كان من المفترض أو كما قال التحالف السعودي الإماراتي أنه أتى من أجل استعادة الشرعية ونحن نرى أن الشرعية مغيبة تماما عن الواقع السيادي والسياسي والواقع على الأرض في كل المحافظات التي كما ذكرت سابقا كانت يجب أن تكون محررة فلذلك أنا في اعتقادي يجب أن نكون واضحين في الحرب وعندما يدمر اليمن أمام عيوننا عندما يموت الأطفال جوعا وعندما يحاصر الإنسان اليمني ويوهان يجب أن نبتعد كثيرا عن اللغة الدبلوماسية وأن نتصرف بأخلاق عالية وأن نسمي الأشياء من مسمياتها أن التحالف هذا الذي أجى لقوله النجاء من أجل إنقاذ اليمن بل بالحكس السعودية منذ إنشاءها في كل حروب اليمن أتت فقط لدمار اليمن ومن أجل تسقير حجم اليمن ومن أجل بقائه في صراعة داخلية أنا أتحدث منذ قيام ثورة السادس والعشرين من ستمبر 1962 كانت مع الإماميين ضد الجمهورية وساعدت الإماميين من أجل ذلك وتدخلت بعد ذلك من خلال القبائل واللجنة الخاصة أن دعم شرزمة اليمن ودعم إبقاء الحكومة المركزية ضعيفة من خلال الحروبات القبلية وتموين القبائل في 1994 دعمت الانفصال عندما أعلن شرزمة من الحزب الإسراكي اليمني انفصالهم عن اليمن وقفت إلى جانب الانفصال الآن وقفت مع ما يسمى بشرعية ليس من أجل الشرعية وإنما من أجل دمار اليمن نحن نرى في اليمن ككل أنهم دمروا الجيش اليمني وكل إمكانيته في خلال الأربعة والعشرين الساعة منذ اندلاع الحرب يعني أن هناك كان مخططا مسبقا لتدبير اليمن حاصروا اليمنين يمنعون الطائرات اليمنية من البقاء داخل الأراضي اليمنية ذهبوا لقرض مدء بوض في حضر موت هناك قواعد عسكرية في مناطق لا يجت فيها لا إيرانيين ولا حوثيين هناك قواعد عسكرية في كل الجزر اليمنية فلذلك لا نستطيع أن نسمي أنه تحالف عربي من أجل إنقاذ اليمن أنه تحالف يدعم الشرظم يدعم الماليشيات في الجنوب يدعم بقاء الحوثيين مسيطرين على الشمال من خلال عدم لا يوجد أي مواجهة منذ سنتين مع الحوثيين في أي مناطق هناك وصلت القوات التي تتبع المجلس الانتقالي وما يسمى بالحكومة الشرعية إلى المناطق التشطيرية يعني لا يوجد دعم لا للتعز ولا للبيضاء ولا يوجد حكومة شرعية ولا مؤسسات شرعية ولا يوجد رئيس جمهورية يا رجل لا يمكن أن نتحدث عن شرعية اليوم عندما يكون طاقم الوزارة ورئيس خارج البلاد منذ أربع سنوات يعني عن ماذا نضحق وعن ماذا نتكلم عن تحرير واليمن في دمار وفي مجاعة إنسانية لأكثر من أربع سنوات أعطيني بجملة سيد القاطبي كيف توصف بهذه الجملة دور وسلوك التحالف الآن هل هو مسألة يجب أن تستمر لأن هناك من يقولون أن عدم وجود التحالف هو مسألة مضرة أكثر مما يمكن أن يحصل في حل بقي أم كيف توصف أنت التحالف بقائه دماراً لليمنين وبقائه هو بقاء الانقلاب يعني لا يوجد لا حكومة شرعية ولا دعم للشرعية ولا إنهاء للانقلاب فلذلك أنا في اعتقادي الاستمرار يوماً واحداً مع هذا التحالف هو الاستمرار في الحرب استمرار في المجاعة استمرار في بقاء الحوثي وتمكنه من حكم المناطق الشمالية بينما تنشأ المليشيات والانفصال في المناطق الجنوبية وهذا يسبب خطر على اليمنين على أمنهم على استقلارهم على معيشتهم في السنوات القادمة إلى أن يذهب هذا الاحتلال ويذهب معه الانقلاب سيد العزعزي ما رأيك؟ هناك إجماع على هذا الرأي البعض لا زال يرى وأن التحالف العربي كان وجوده ضرورة وأن بقاءه في هذه المرحلة بالتحديد ضرورة لكن يجب أن يعاد تصحيح العلاقة بين التحالف العربي والحكومة الشرعية وعلى الحكومة أن تكون صريحة مع الشعب مع الداخل أن توضح للناس ما هو وضعه بالموارد السيادية هناك اتهامات للتحالف أنه يمنعها من السيطرة على مواردها السيادية المطارات الموانئ المشتئة أيضا الموارد النفطية موارد الطاقة وغيرها هذا من جانب أيضا يعيق التحالف حتى مسألة تسليح الجيش الوطني وبالتالي التحالف يعمل على إيجاد قيوب وجماعات خارج السلطة الشرعية يعتبرون كل ما يسمى بالأحزمة الأمنية والوحدات القائمة بالنخب في المحافظات القنوبية هذه وحدات خارج سيطرة الحكومة اليوم التحالف العربي مهددا تهديدا حقيقيا بتدخل من الدول الكبرى بدأ هذا التدخل البريطانيين الذين ينشطون في عمان وعلى خليق عدن وهم من أوقفوا معركة الحديدة وهو تدخل كإعلان للإخوة في التحالف العربي أن دوركم ووصل هذا البلد إلى حالة الفشل التام في الاستعادة هذا جانب أيضا حضور السفير الروسي إلى عدن والسفير الأمريكي إلى عدن هذا إعلان دور للدول الكبرى على حساب دول التحالف العربي التي يبدو أن هناك شبهة تقدم وإجماع دولي لو راقعنا الأسبوع الفائت لو وقدنا إعلانا من جمهورية الصين على رأس هذه الأعمال تصريحا قويا من السفير الصيني تلاه زيارة إلى السفير الروسي إلى عدن وتصميمه على فتح القنصلية الروسية كما أن الأمريكان يسعون بتفتح القنصلية في عدن والتعامل مباشر مع الحكومة أي أن هناك قراءة متقدمة على كل من قراءة السلطة الشرعية المنزوية في الرياض وبعضها موزعا بين أبوظبي وأيضا قمورية مصر العربية إذ لا يتواجد سوى رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء وهي تؤدي أداء خجلا جدا تذكرنا بأداء حكومة العراق ما بعد إسقاط العراق من المنطقة الخضراء لكن لما فهمنا الآن هل تعني أن ذلك سيعزز دور التحالف في اليمن هل يعني ذلك أم أنه يعني يقوض عمل التحالف أنا أتحدث عن التحالف عندما أقول التحالف أقصد التدخل الذي جاء بأهداف معلنة في 26 من مارس 2015 أعتقد التحالف صدر ضده مجموعة من التقارير الدولية من لجنة مختصة بمراقبة الأوضاع اليمنية هذه اللجنة هي لجنة الخبراء وبالتالي هذا البلد تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولكن ما نعانيه نحن أن المسند إليه الأمر اليمني بشكل أساسي وهي السلطة الشرعية صامتة ومعنى هذا الصمت أي أن التحالف ليس عليه اعتراض من قبل السلطة والاعتراض القائم شعبي والبعض يحلل هذه المسألة أن هذه مصالح محددة لهذه الجماعات والبعض يتهم أطراف عربية وإقليمية بأنها تقف خلف هذا التحريض كما يسميها البعض وهذا واضح في وسائل الإعلام المنحازة جدا للتحالف كوسائل الإعلام السعودية والإماراتية بدرجة أساسية تتهم قطر تركيا تتهم أطراف أخرى في هذا الملف لكن التحالف يحتاج إلى تقييم هذا التقييم يحتاج مؤسسات رسمية هذه المؤسسات الرسمية ممثلة بالحكومة الحكومة الشرعية والأحزاب المؤيدة المؤيدة للشرعية الموجودة في الأصل خارج الرياض الموجود هنا في الداخل رأي وموظف ومكتوب يتهمون التحالف أنه سلح قماعات خارق القانون يتهمون التحالف أنه أعاق عملية إعادة انتشار السلطة يتهمون التحالف بتعطيل بعض القبات يتهمون طيران التحالف باستهداف في بعض المواقع هذه اختراقات كبيرة لم تبدي الحكومة الشرعية أي اعتراض عليها وبل ربما أن الحكومة الشرعية أقالت بعض الوزراء وبعض المسؤولين الذين اعترضوا صراحة على أداء التحالف العربي ومنظومته خصوصا دولة الإمارة العربية المتحدة هذه لا نستطيع إقفاها تماما قرى التغييرات وقال رئيس الجمهورية صرح بشكل رسمي أن على الحكومة أن لا تصرح بمسألة إلاقة اليمن بالتحالف وأن هذه مسؤولة منوطة منوطة شخصيا وبوزير الخارجية سيد العز عزي قبل أن ندخل إلى هذه النقطة دعني أنقل مسألة وجود هذه التحركات الدبلوماسية الغربية تجاه التواجد في عدن برأيك سيد القعطبي إلى أي مدى هذا يدعم الحكومة الشرعية هل يدعم التحالف كيف تقرأ في أي سياق تضع أنا فعلا الأمور ليست مفهومة يعني كيف نتحدث على نقل القنصليات إلى مكان لا يتواجد فيها الحكومة الشرعية وليست متحكمة بهذا المكان لكن الحكومة كانت متواجدة إذا كان الرئيس عبدالربو غير موجود لكن معين عبد الملك الرئيس الوزراء أعضاء من الحكومة ووزراء من الحكومة موجودون في عدن سفراء الدول عادة سفراء لدى الرئاسة سفراء لدى الرئيس الجمهورية بقاءهم مرتبط ببقاء الرئيس الجمهورية عندما يكون هناك يعني وضع مستقر داخل عدن وتكون المؤسسات الحكومية الرسمية تعمل بشكل جدي بعيداً عن الأحزم الأمنية بعيداً عن سيطرة المجلس الانتقالي بعيداً عن حتى أن المطارات مسيطرة عليها من قبل الإماراتيين في عدن فلذلك لا نستطيع أن نقول أن هذه خطوة جيدة الخطوة الجيدة هو إعادة مؤسسات الحكومة السماح للوزراء تسليم المؤسسات السيادية والمطارات والموانئ إلى الحكومة الشرعية من ثم ما نتحدث على نقل السفارات أو غيرها إلى عدن وأيضاً يقول ضيفك العزعز أنه وجودة سعودية والتحالف العربي هو ضرورة ويعني لا أعتقد أنه ضرورة لا يوجد فرق بين ما يجري في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وبين الذي يسيطر عليها قوات التحالف السعودي الإماراتي فهناك يعني مجاعة في عدن ربما أسوأ من ما يجري في صنعاء هناك أيضاً كما ذكر المبعوث الدولي لشؤون الإيقاثة أكثر من 1250 كنتينة مواد غذائية وعلاجات محتجزة في ميناء عدن من قبل التحالف الإماراتي لتجويع الشعب اليمني فلذلك لا يوجد فرق عندما نتحدث أنه ضرورة يعني برأيك هل كان سيد القاطبي هل كان بوسع اليمنيين مواجهة ميليشيا مسلحة وهم هذه الميليشيا مسلحة بسلاح الدولة وهم لا يمتلكون سلاح هذه الدولة هل كان لهم أن يواجهوها دون وجود هذا التحالف في نهاية المطار الشعب اليمني الذي يستطاع أن يسقط الإمامة في الستينات الذي يستطاع أن يسقط القبضة الأمنية من قبل نظام المخلوع علي عبد الله صالح باستطاعته أن يقود معركة تاريخية لإنهاء هذا الانقلاب يجب أن نذكر أن الانقلاب التي حصل في صنعاء كان بدعم من علي عبد الله صالح كان بدعم من الإماراتين والسعودين أنفسهم الذين أوعزوا للحوثين الدخول إلى صنعاء من أجل استعادة نظام علي عبد الله صالح كانت مجرد أداة لاستخدامها لكنهم فشلوا في ذلك أنا في اعتقادي أن الشعب ربما طبعا سيكون مواجهة لسنوات قادمة لكن الشعب اليمني كان يستطيع القيام بذلك وإنهاء أي تحكم طائفي أو مناطقي في السلطة كما فعل سابقا ما الفرق بين ما يحصل اليوم وما يحصل عندما الحوثي دخل صنعاء يعني لا يجد فرق إنما يعني تعكير صفو المقاومة المقاومة نفسها في المناطق التي تقاوم كمريس في الضالع وكالبيضاء وتعز لا يجد لديها أي دعم المقاومة الحقيقية التي هي من أجل ليس استعادة الشرعية وإنما استعادة النظام الجمهوري واستعادة اليمنين لدولتهم وحكومتهم هي في المناطق التي لا يجد لها دعم من قبل للشرعية ولا قوات التحالف فلذلك لا يجب أن نقول إن التحالف لو التحالف له أي محاسن في استعادة الشرعية في إيقاف المجاعة في تحسين الوضع الأمني والسياسي في المناطق الذي يسيطرون عليها لرحبنا به لكن يتم العكس تماما يعطي النفس الطويل للحوثين للبقاء في المناطق الذي يسيطرون عليها إنشاء مليشيات الآن تهدد ليس فقط المناطق الجنوبية وإنما الجنوبين أنفسهم فيما بينهم لأنها مليشيات مبنية على المناطقية وعلى التمزيق الذي يجري في صعدة وفي أقصد في شبوة وفي حضر موت وفي مناطق أخرى يجب أن لا المرحلة لن تحسن في يوم وفي يومين لكن إذا كان هناك مخطط استراتيجي للسعادة الشرعية والسعادة الحكومة اليمنية والنظام الجمهوري فلنكن معه ولو أخذ عشر سنوات لكن ما نراه اليوم واقعا مخالفا تماما هناك يعني محاولة للتمزيق اليمن وأيضا كما ذكر العز عزي يتحدث أنه هناك أجندة خارجية من قبل البريطانيين البريطانيين يا أخي العزي لم يأتوا من خلال الإمارات الإمارات هي من تؤدي الدور البريطاني في اليمن اللعبة التي تجري في الحديدة هي لعبة مكشوفة الهدف منه السيطرة على آخر ميناء في اليمن من قبل هذا التحالف إما بقوات دولية وأما من خلال الماليشية التي تتبع الإمارات والقوات الإماراتية السعودية رأينا ما حدث بالموانئ التي سيطر عليها هذا التحالف في المكلة وفي مناطق أخرى ليس لم تعد تلك الموانئ إلى سيطرة الحكومة ولا سيطرة شرعية بل عكس تماما طيب سيد العزعز مع وضع الاعتبار لما تفضل به ديفي الآخر إبراهيم القاطبي من نيويورك يعني ألا ترى أن هناك فعلا يعني كلفة تتحملها اليمن تتحملها الحكومة الشرعية بسبب الملف الثقيل للسعودية في الدرجة الأساسية وكذل الإمارات فيما يتعلق بحقوق الإنسان وهذا الأمر تفاقم أكثر في اليمن ألم تكن الحكومة الشرعية أو قوات التابعة للحكومة الشرعية قاب قوسين أو أدنى من دخول الحديدة لنعود إلى ما قبل ديسمبر لكن بسبب منف خاشقجي بسبب الضغوط الدولية على أخطاء التحالف التي يعني تأخذ الكثير من الضحايا المدنيين هي من عرقل هذا الدخول وهي من أفضى إلى مسألة التحول إلى مفاوضات سياسية وأنت ترى الآن ما الذي حصل لا بقي يعني لا تم تنفيذ الاتفاق ولم تدخل القوات التابعة للحكومة حتى أعتقد أن جزءا من ما ذهبت إليه صحيحا لأن الحكومة بدرجة أساسية اعتمدت بشكل كامل على التحالف وكل مشكلة تعترض التحالف أو سوءا في علاقة دول التحالف مع الدول الغربية ينعكس على الأداء في اليمن في حين كانت لدينا تقربة كان يجب الاستفادة منها وهي تقربة الدعم العربي الذي قدمته التورة العربية بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر في الستينات داخل اليمن والتي تميزت بأن تم إنشاء كيانا كاملا تمثل في قوات الجمهورية يومها والتي برز الإخوة المصريين كداعمين لها فقط وقدموا لها تسهيلات وإنجازات كبيرة في فترة بسيطة منذ عام 1963 وحتى 67 أربع سنوات أنجزت الحكومة المصرية رغم إمكانية المتواضعة جدا نموذجا إداريا متقدما على النموذج الملكي أنجزت جيشا جمهوريا كان له القدرة والكفاءة واستطاع أن يواجه الملكيين وحلفائهم يومها ذا الدوليين وحمصا من السقوط وأيضا أنجزت نظاما إداريا علاقات ديقرماسية أنجزت 700 مدرسة يومها ودفعت قانون التعليم وصل المصريين إلى كل القرى والمناطق الريفية كمدرسين أو كأطباء أو غيرهم تحملت نصر عملا كبيرا لكنها كانت أكثر أدائية وأكثر سرعة برغم أن قوات الملكيين كانت مدعومة جدا وأكثر تماسكا وأكثر قراءة واعتمدت على حاضن محلي قوي جدا لا يمتلك الحوز اليوم نفس الحاضن لكن ألم يكن هناك أيضا مشاكل في السيادة في ذلك الوقت فيما يتعلق بموضوع السيادة وما شابه لأن الحكومة ظلت يمن تفرض سيادتها وتتصرف على هذا الأساس وبرزت هذه المشكلة بدعم من الملكيين وبعض الأطراف المحلية للحديث عن السيادة لكن ما أنجز كان أكثر إرضاءا كان حضور عبد الناصر إلى اليمن يومها سببا في اشتعال الثورة في القنوف في مغادرة بريطانيا والتسليم كانت هذه الأعمال ذات زخم قوي لم تكن بهذه الآلية المصريين لم يتحكموا حتى في أقسام الشرطة لم يتدخلوا في أعمال الداخلية بشكل كبير كانت مسألة الجيش أيضا قرى تدريب جيش وبناء نواة جيش صلب قدرت الجمهورية أن تعتمد عليه في الدفاع على صنعه لكن اليوم ربما أصبح الجيش اليمني أداة تتحرك برغبة التحالف يوقف هذه الجبهة ويحرك تلك يتحكم في هذه هناك من يفتح من هذا التشبيه سيد العزعز السبب الرئيسي الحكومة أنا أحمل الرئاسة اليمنية هم أيضا أطراف يعني يدعمون الحوثيين وما شابه قد يفهم هذا من كلامك الآن أو من هذه المقارنة السيادة موضوعا هنا مرتبط بالسلوك على الأرض هناك فرقا كبير هذه مسألة أنا أحملها الرئاسة أي تفريط في السيادة والسيطرة يجب أن يكون محددا أي أن الحكومة مع الأسف الشديد بشكة والسلطة الشرعية عليها أن تعيد النظر في علاقاتها بالتحالف تحدد أين تتقاطع مصالحها الوطنية وأين تتواجد خطوطا حمراء لا يمكن التنازل عنها مسألة الآمن سيطرة الحكومة حركتها على الأرض قبل يومين هناك ممارسات ربما مستفزة قدام ما شهداء حضور السفير لاستعراض فرقة حرص شرف تحت أعلام غير السلطة الشرعية هذه في المحافظات القنوية آلية الحركة بين المحافظات التصريحات الإعلامية القائمة حالة الحصار وحالة التعامل هناك تهديد كبير للهوية الوطنية اليمنية وبالتالي هذا ما يستفز اليمنين نحن نعاني فعلا كبلد من تشظيف الهوية الوطنية هي من أوجدت الانقلاب أوجدت مدى الحراك القائم أوجدت النزعات المناطقية في أغلب الأماكن أوجدت حالة التنافر الاجتماعي واستثمرت منذ ما قبل انقلاب الحوثيين لكن أن يتم بدلا من أن ترمم هذه الهوية الوطنية يتم إهدار الهوية الوطنية اليمنية بهذا الشكل وبهذه الصورة هذا ما لا يقبل ولا يمكن أن يقبله المواطنين هناك حركة احتجاج أيضا نحن نتكلم عن جماعات لها حاضنا شعبي من يطالبون بالكرامة والسيادة لهم حاضنا شعبي من يطالبون بالبقاء أيضا ضمن التحالف لهم حاضنا شعبي من ضمن المجتمع وأيضا من يعتبرون التحالف تدخلا أدى إلى إسقاط الدولة وهيمنته هو وسيطرته بل إن البعض يذهب عن كل من الإخوة في الإمارات والسعودية يحافظون على مصالحهم وهناك من يطرح أنهم يسعون للسيطرة على الشريط البحري كامل البالغ طوله ألفين كيلومتر والجزر اليمنية وبالتالي تحويل اليمن إلى مبرد حديقة خلفية لهذا التحالف وهذا طبعا استحال أن يحدث في الألفية الثالثة لا يمكن احتلال شعوب هذه مسألة مفرغ منها لكن القضية الأساسية صمت الحكومة وعدم وضوح برنامجها وعدم انحيازها الحكومة تخسر يوميا تسقط بيئتها الحاضنة ويقل مؤيديها بل هي من تدفعهم إلى الهزيمة وبالتالي هذا الخطاب أنا كيامني أحمل السلطة الشرعية التي أعرفها لأنها هي المسؤولة وهي ما أعتبره هي المسؤولة الأول أمامنا كيامنيين كونها هي من استدعى التحالف وليس الشعب نحن لم نستدعى التحالف وبالتالي على السلطة أن تتحمل مسؤوليتها في إعادة نظم علاقتها وعليا أن تغير أداء خطابها الإعلامي وأن تحدد هذه المضبطات اليوم أنا داخل محافظة تعيز تعيش المدينة حالة من الاضطراب وكأننا داخل حرب مجامع ترفض تسليم مجموعة من المطلوبين أمنيا هناك حالة من إيجاد ما يمكن اعتباره سيطرات لبعض الأطراف وهذا يتعارض مع مفهوم الدولة الدولة هي الذي يجب أن تكون المحتقرة الأول للسلاح ويجب أن تكون السلطة وعلى الحكومة الشرعية أن تراعي أن تقدم نماذج نماذج للمواطنين هي مهمتها بناء نموذج لكنها فشلت تماما وبالتالي البعض مننا هنا يرى أن التحالف العربي أصبح شماعة للحكومة الشرعية التي تعاني فشلا أساسيا أي للسلطة الشرعية بكل أفرعها بما فيها الأحزاب السياسية المؤيدة سنعود إلى هذا النقطة سنعود إلى نقطة أن هناك من يرى أن التحالف العربي أصبح شماعة للحكومة لكن قبل ذلك دعنا نعود إلى النقطة التي أشثارها سيد القعطبي أنه حتى لو لم يكن التحالف كان اليمنيون سيقاومون لكن سيد القعطبي نحن كثيرون يرون أو رأوا وجود مقاومة شعبية في أماكن كثيرة ورأوا أن هناك بداخل هذه المقاومة وربما أشار لذلك بشكل أو بآخر سيد العزاز الآن فيما يتعلق بحالة الاضطراب التي سادت بداخل أواصر أو ما بين فصائل المقاومة ذاتهم رأينا المقاومة الشعبية التي لم يدعمها التحالف تفشل في تحقيق أي إنجاز لماذا يستمر أو تستمرون في التقليل من دور التحالف في هذا السياق إذن تماماً أن المقاومة التي تقوم بما لديها هي بالأسلحة البسيطة لكن في المقاومة في الأماكن الموجودة إليها لم يستطع مليشيات الحوثي السيطرة على هذه المناطق مريس لها تحارب أكثر من أربع سنوات كثير من مناطق الضالع كثير من مناطق الجبن كثير من مناطق تعز هؤلاء لم يستطع الحوثيين يسيطرون على هذه المناطق رقم أن المقاومة لديها إمكانيات شبه ضعيفة تماماً المشكلة الأخرى هناك وعود كاذبة من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي على مدى سنوات إنهم سيدعمون تلك المقاومة الشعبية الوطنية الحقيقية لكنهم دائماً لم يوفوا بوعودهم لأن لديهم وخططات أخرى هنا نساوم على الشعب اليمني من يؤمن بشعبه شعبه سيحقق كل الانتصارات ومن يؤمن بأن دولة المملكة العربية السعودية والإمارات التي تحكمها الأسرية أنها ستأتي لإنقاذ النظام الجمهوري فهؤلاء لا يفهمون لا في السياسة ولا في الثورات ولا في مصير الشعوب يعني الشعب اليمني يستطيع أن يقاوم إلى ما لا نهاية لو توحت لها الفرصة لكن ورقة الشرعية استخدمت كتضليل لشعب اليمني وأمهامه بأن هناك سيأتيه النصر من الخارج وأنهم سيدعمونه من أجل يعني القضاء على الحوثين وهذا لم يحصل أبداً فلذلك بقى الشعب اليمني معلقاً بين المجاعة بين السلطة مغيبة تماماً من قبل التحالف المشكلة هنا أن جميع اليمنين يجلدون الحكومة الشرعية لأنها ليست لديها فرق اغتيالات في الداخل كما يوجد لدى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المشكلة هنا أن الحكومة الشرعية أو الفريق الشرعي لأنه لا يوجد مؤسسات لكي نسميها حكومة لكن الفريق الشرعي هذا الذي يتبع الرئيس عبد الرب منصور هادي وهم مجرد أشخاص لديهم مساعدين مختطفين من قبل هذا التحالف هناك يتم إنشاء يعني مجلس انتقالي بقوات مسلحة ويتم نقلهم بالطيران الإماراتي من أبوظبي إلى جميع أنحاء العالم ومن ثم عودتهم إلى داخل الوطن بينما لا يشمح للرئيس العودة بهذه الطريقة فهناك يعني اختطاف للشرعية نفسها واليمن يقع على موقع استراتيجي حام يعني هناك يعني دول خارجية إقليمية ودولية تحاول السيطرة على الموانئ اليمنية وعلى الباب المندب وهذا شيء واضح لك القوى كلها فلذلك لا ينجب أن نقول أن هذا افتراضا وإنما أصبح واقعا هناك احتلال للسواحل اليمنية والجزر اليمني الحكومة الشرعية مغيبة عن كل هذا السواحل مغيبة عن كل هذا الجزر ولذلك يجب أن نسمي الأسماء بمسمياتها من الدولة التي هي المباشرة في الاحتلال هنا هي الإمارات والسعودية ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هذا هو الواقع الذي يجري في هذه المناطق فلذلك عندما نتحدث أيضا على يعني ما حصل في الصغير هذا مقالطة كلها لن يكن هناك أي وثيقة وقع عليها الطرفان من أجل استعادة الحديدة وحولوا المسألة اليمنية كاملة الحرب والانقلاب والشرعية واحتلال الموانئ والجزر ومصادرة الشرعية اليمنية والمجاء بما يحدث الحديدة وهذا مغالطة كبرى رضت بها المملكة العربية السعودية رضت بها الإمارات ومن ثم رضت بها الحكومة الشرعية المختطفة من قبل هذا التحالف بالحديث عن الحكومة الشرعية وهذه النقطة أثارها قبل قليل سيد العزعزي يعني أن تتحدث عن صمت الحكومة سيد العزعزي لكن قبل يومين تقريبا كان يتحدث وزير النقل وهي ليست المرة الأولى يعني جدت دعوة لإصلاح العلاقة بين الشرعية وبين الإمارات تحديدا وهي جزء رئيسي في التحالف أو كما قال فض الشراكة معها كما سماها ألا يبدو ذلك محاولة من الحكومة كي تتحدث لشعبها ألا يبدو ذلك محاولة استغاثة من قبل الرئيس عبد الربو منصور هذا الذي يبدو أنه ليس قادر على الحديث في نهاية المطاف يتحدث بدلا عنه زراء لا أعتقد أن الرئيس غير قادر على التحدث هو محمد مسؤولية هو مستشاريه بدرجة أساسية المستشارين هؤلاء من الأحزاب السياسية هم من مدد للبرلمان وهم من يمتلكون سلطة على الأقل أخلاقية بحكم عضوية النادي السياسي اليمنى لهؤلاء هم من منحوا هذه الأطر الشرعية وبالتالي نحتاج موقفا من هؤلاء أو نعتبرهم شركاء فيما هم فيه على هذه القوى أن تحدد موقفا على رئيس الجمهورية باعتباره رئيس الجمهورية اليمنية المنتخب وصاحب الشرعية أن نحدد علاقة نحن الآن نتكلم عن تسريبات لمعلومات رجلا صرح على تويتر والآخر صرح على الفيسبوك وهذا هواك وسائل إعلام رسمية هم ليسوا معتقلين في الرياض هم يتحرقون ذهابا وإيابا إلى عدن وباتجاه العواصم الأخرى لماذا لا يتصرفون هناك أوضاع مختلفة للبلد نحن تحت الفصل السابع ما هو المطلوب منهم؟ تحت الفصل السابع يعني أن تتحدث عن صمت الحكومة أن تتحدث عن صمت الحكومة ما هو المطلوب؟ المتحدة لدينا لا لا لدينا مندوبين في الأمم المتحدة لدينا سفرة عند الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدول كمورية الصين روسيا فرنسا بريطانيا الولايات المتحدة هناك حالة من التناقض داخل مجلس الأمن ونحن بلدا تحت الوصاية وهؤلاء دخلت تحالف العربي عاملا تحت ميثاق الأمم المتحدة والقرار فلماذا تصمت الحكومة إن كانت هذه الأخبار المسربة حقيقية من تضمين العلاقة البعض هنا ومن بعض الباحثين وأعظم في الحكومة يروا أن الحكومة لم تكن مستعدة وأن رئيس الوزراء الوحيد الذي نزل إلى عدن ونزل على أرض الواقع هو موهين عبد الملك الرجل لم يقبل أشهر هذا الوحيد الذي نزل على الأرض وبدأ يتحرك وبدأ تتواقد وزارات ما قبل موهين عبد الملك كان الموجودون ليسوا سوى مسميات لا توجد حكومة سوى إسمية فقط وبالتالي الرجل يتحرك على الأرض يحتاج دعم شعبي أن يحتاج الرئاسة ومجلس المستشارين المحيطين به أن يعيدوا ضبط العلاقة التي فيها اختلالا واضحا من قبل الشارع إن كان السياسيين لا يرون هذا الاختلال وتحولوا إلى جماعات لشقر التحالف العربي فبالتالي هؤلاء هم من يتحملون المسؤولية أمام الشعب اليمني وعلى الشعب اليمني أن يحددها كيف يمكن أن يمارس ضغوط لإنقاذ نفسه في هذه الحالة على القوى السياسية أولا التي دفعت نفسها كممثلا عن الشعب اليمني في أكثر من موقف أن تحددها هي موقفا على النخبة اليمنية التي أحملها أنا شخصيا كما يحملها الشارع مسؤولية ما آل إليه الوضع داخل الجمهورية اليمنية وحالة الصمت وبقى هذه القيادات مقرد ضيوفا غير مرحبا بين في المملكة العربية السعودية أو متوزعين على مقاهي القاهرة وحاناتها أو متوزعين ما بين استنبول وأبوظبي وعواصم أخرى عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم الشعوب عادة تحتاج قيادات ونخب لكي ترتص خلفها قسم كبير من هذه الإشكالة الواقعة في المناطق المحررة تقف خلفها نخبا وأغلب بعضهم أعضاء في الحكومة هناك مشيخات وهناك تركيبات سياسية تحافظ على مصالحها لدى الإخوة في الخليق على حساب الشعب اليمني وعلى حساب إرادته وعلى حساب تحروره وعلى حساب قوعه ويجب أن نبدأ بطرح هذه المسائل بشكل قاد ما يدرينا ما الذي يدور داخل المملكة من تفاهمات ما بين الرئاسة وما بين بقية البلدان مع الأسف لا زارت الرئاسة تمارس العمل وهي تمثل الشعب اليمني وكأنها تقوم بعمل سري أشبه بأحزاب مراحل الدكتاتوريات التي تمارس عملا سياسيا سري فتتحول يومه إلى مقرد مواطن سريين هذه المسألة يجب أن تكون فيها وضوح نحن داخل معركة على الجميع أن يعي أننا نضحي بأبنانا بإخوتنا أننا نستنزف دما واستنزفنا ماليا إلى درجة ما تحت الفقر كمجتمع وبالتالي الآن نضعنا داخل حصار وفي حالة يرتلها لا تتحمل هذه المسؤولية سوى الحكومات التي تقرأ هؤلاء يجب أن يعو أنهم سوف يحاكمون لعدم استخدام صلاحياتهم في حماية مواطنيهم هذه مسألة أساسية ربما اليوم قد يكون وضع الشارع منكثرا بفعل الأوضاع التي يعيشها لكن أو لن يظل كذلك إلى ما لا نهاية على الحكومة إن رأت أن التحالف أصبح لا يخدمها عليها أن تكون واضحة وشفافة وأن تتحرك على الأرض هذه القيادات الشرعية لم تنزل على الأرض بالمعنى المطلوب لم تزل قباهات محافظات لا تعرف قائنا شرعيا زارها كمحافظة البيضاء أو الشمال الغربي من مارب أو الشمال الغربي من القوف أو أيضا صعدة يتزورها قيادة التحالف والعملية المشتركة لكن القيادة الإيمانية هل زارت هذه المناطق يا أخي على الأقل من باب احترام المسؤولية نحن عمام وضعي يجب أن تكون وهذه دعوات كثيرين بطبيعة الحال ومعلنة وصريحة دعني سيد العزلزي أسأل سيد إبراهيم القعط يعني الآن سيد إبراهيم التحالف لنحدد الإمارات ربما في التحالف هي من تقول التقارير الدولية أنها تدعم الجماعات الخارجة عن سيطرة الحكومة لكن هي أيضا من تمنعها كما يبدو وكما تشير الكثير من الدلائل من شن حرب على هذه الحكومة من أن توجه هذه الجماعات أسلحتها إلى القوات التي تتبع الحكومة الشرعية بشكل مباشر بالتالي فإن إخراج الإمارات كما تطلبون أو إنهاء مهمة التحالف بشكل عام سيعني إنشاء أو سيعني حربا أخرى في المناطق التي يقال أن الحكومة تسيطر عليها هل هذا ما تريدون أنا في اعتقادي أن الإمارات هي إنشاءة هذا الخبر من أجل هذه الفوضى ومن أجل هذا إما أن أكون موجودا أو أن ترى الدمار من بعدي وهذه هي المشكلة التي يجب أن تحارب هذه المسألة التي يجب أن يقف أولا يجب على الإمارات أن تسحب التموين والدعم العسكري لتلك الماليشيات ومن ثم تشريحها إذا كانت تريد أن تكون جزء من الحال في اليمن وليس جزء من الدمار لكن أنا في اعتقادي أن هذا مشكلة كبيرة الإماراتيين لديهم مرتزقة ومستجرين داخل العدن من أجل قتل واغتيال كل من يخالفهم من رأي فقط يخالفهم من رأي في المناطق التي يسيطرون عليها ثانيا حديث ضيفك العزيز حول أن السفراء اليمنين يجب أن يتحركوا أولا أنا أعرف كثير من السفراء اليمنين لا يستطيعون التحرك خارج في الخارج إلا إذا استشاروا الإماراتيين والسعودين وليس لهم كلمة في أي مجال الآن محمد عبد السلام يتجول في كل أوروبا واليمنين لا نسمع لا عن سفير ولا عن مسؤول حكومية تجول في الداخل اليمني عندما نقلوا بعض رجالة الحكومة اليمنية إلى الداخل على رأسهم بن داغر وكثير من المسؤولين السابقين عندما بدعوا إصلاح أو محاولة إصلاح عوجاج التحالف داخل المناطق التي يسيطرون عليها تم الضغط على الرئيس هاري من أجل إقالتهم والأمور واضحة من لم ينفذ الأجندة الإماراتية السعودية في المناطق الذي يسيطرون عليها يتم إقالتهم من قبل الحكومة الشرعية فلذلك يجب أن نسلم الأمور أن هناك أمور واضحة بالنسبة للحكومة الشرعية فإنها مختطفة ثالثا أنا في اعتقادي يجب أن لا نحمل الإمارات ما يقوم به أيضا التحالف نفسه رئيس التحالف هي الدولة السعودية هم يلعبون الأدوار فلذلك أنا لا يستطيع لا الحكومة الشرعية ولا المسؤولين ولا رؤساء الحزاب الموجودين في الرياض أن ينتقدوا الرياض وهم بحاجة ماسة لبقائهم في الفنادق واسترام المعاشات هناك فلذلك نحن أمام خيار إما أن نكون أو لا نكون إما أن نستعيد النظام الجمهوري وأن السعيد الشرعية المسألة لن تكون وردية ما ولن يكون هناك يعني مجرد حلول ترقيئية نحن أمام صراء حقيقي داخل اليمن وعلى المستوى العقين لكننا ما يهمنا كيمنين هو تحرير بلدنا من كل الماليسيات فإذا دعم الشعب اليمني نستطيع التحرير من كل تلك الماليسيات يا رجل إذا أسقط نظام عسكري كنظام علي عبدالله صالح هذه الماليسيات التي لا يجد لديها السلاح الشخصي تستطيع دحرها في أي مكان مقاومة بسيطة تستطيع أن تدحر كل تلك الماليسيات لكن المشكلة هنا هناك مخطط إقليمي ومخطط دولي لدمار اليمن وبقاءه في هذه الدوامة من أجل بيع السلاح للخليج من أجل أن الخليجيين يرتكبوا جرائم داخل الشعب اليمني وكما يرتكبون جرائم وهذا أصبحت الأمور موثقة وليست خفية على أحد حتى لجنة العقوبة الدولية تتحدث إنما ارتكبه الطرفاء أن الحوثي والتحالف العربي ترقى إلى جرائم حرف فالمسألة بالنسبة من هذا الناحية مسلم بها لكن السؤال الكبير ما فائدة وجود التحالف العربي في اليمن هل حسن من معيشة الشعب اليمني؟ لا هل السعادة الشرعية في المناطق التي يسيطرون عليها؟ لا هل سلم الأماكن السيادية إلى الشرعية؟ لا هل يدعم الجيش اليمني بحيث أن يستطيع هذا الجيش السيطرة على المناطق التي هي يعتبر أن تكون محررة؟ لا فلذلك لماذا الاستمرار في هذه الشراكة؟ ومن ثم الحديث ليس حول الشراكة مع هذا التحالف وإنما السعادة الشرعية والسعادة اليمن ودحر الإنقلاب وليس الحديث حول العلاقة بين الحكومة الشرعية واصلاح الحكومة الشرعية والتحالف هذه مسألة وهمية ويجب أن لا نناقشها المسألة ليست بين التحالف والحكومة الشرعية المسألة هو دحر الإنقلاب والسعادة الشرعية والسعادة اليمن قوياً وموحد ومن ثم الذهاب إلى مخرجات الحوار الوطني وبناء دولة فدرالية إذا ظلينا نتحدث على أشياء جانبية سنظلي فتر سنظلي فتر وهذا لا يخدر شعب اليمني وضحت هذه النقطة أشكرك جزيلا شكرا على توجدك معنا المحلل السياسي إبراهيم القاطبي وكذا المحلل السياسي أستاذ عبدالهد العزعزي كنت معنا أيضاً في هذه الحلقة شكراً لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصاد في نهاية الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحرير إلى اللقاء اشتركوا في القناة